وبالتالي بدأت أننا عملنا أيه بعد كان طبعا مطلوب مننا مجموعة حاجات رئيسية لازم نكملها مطلوب حداك فيه 8 شروط أساسية حطوهم من الاتحاد الأفريقي ومش من الاتحاد الأفريقي برضو عشان في بعض الناس يقولك الاتحاد الأفريقي بحط ده لا هو حصل لانتحاد الدولي نفسه اجتمع مع الاتحادات القرية كلها وقالوا عايزيني واحد اتفاقية للتدريب لتأهيل المدربين على مستوى العالم عظيم حطوا حد أدنى للمستوى يعني حضاك هتدي في السي يبقى إذن فيه حدود دنيا للمحتوى العلمي ويتحط الحد الأدنى ده من الفيفا للاتحادات القرية والاتحادات القرية بتعمله في الكونفينشن بتاعها يروح للاتحادات الأهلية وبالتالي الاتحاد الأهلي من حقك أنك انت تزود يعني هو يقولك مثلا السي الحد الأدنى 120 ساعة 120 ساعة تحتوي على موضوعات في كذا وكذا وكذا أنت من حقك كاتحاد أهلي تزود عن الحد ده لما الاتحاد الدولة حطت الكلام ده بدأت الاتحادات القرية كل اتحاد من الاتحادات يعمل اتفقية التدريب أنا جبت الاتفقية التدريب بتاعت أسيا عشان عندنا مشكلة رخص مع أسيا ترجمتها ترجمت اتفقية التدريب الخاصة بالاتحاد الأفريقي وبدأنا نشوف الشروط اللي فيها ايه والجانب العلمي اللي فيها ايه حطنا قدامنا وحطينا الحاجات بتاعت أسيا وحطينا بتاعت الاتحاد الدول بحيث يبقى قدامنا الكلام ده عشان نقدر نحقق المطلوب وبالتالي كانت دي أول حاجة اتعملت الحاجة الثانية حضرتك الهيكل الإداري يعني ده أول طلب بقى أول طلب كان الهيكل الإداري عايزين يعرفوا ايه يعرفوا بالتحال الأفريقي الهيكل الإداري الموجودة عندنا في مصر في المدير الفني في إدارة المداربين في إدارة خاصة مهمة جدا خاصة بالسيدات والكرة الشاطئية الصلاة والشباب والناشئين والقطاعات والأكاديميات كل الإدارات دي فعلا نترسم لها الهيكل بتاعها وجهز ده كان البند رقم واحد البند الثاني الكورسات اللي انت عايزها في مصر ايه لو قلت له ما عايز مثلا العشرين رخصة ايه ما يجدكش العشرين رخصة ايه لأنه بدأت الاتحادات تهتم بالقيمة بتاعت المدرب أقصر من عدد المدربين يعني ما تعملش عدد كبير أول من المدربين لا اعمل عدد كواليتي عالية من المدربين الجانب الأصعب بقى حضرتك اللي هو الجانب المرتبط بالمحتوى العلمي للرخص التدريبية السي والبي والإيه فأول اجتماع في أوبا تاني يوم كلفت بيه من الاتحاد المصري مع رؤول المدير فالم الاتحاد الأفريخي فأنا بقول له أنا هحط العنوين الرئيسية بتاعت المحاضرات والمحاضرين هيجهزوها قال لي لا المطلوب تحط المحتوى العلمي لكل المحاضرات بقول له ده شغل عايز فترة زمنية طويلة أهل ما المفترض ده تكون موجود من أمام المدير الفني السابق ليك والأسبق ليك تكون الكلام ده موجود انت تيجي تطور اللي موجود الفن ده مش هتطور انت هتبدأ من السفر هبدأ من السفر عشان كده حضرتك حطينا ايه المحاضرات حضرتك في السي مثلا حطينا محاضرات 120 ساعة 120 ساعة 120 ساعة يعني 60 محاضرة 60 محاضرة 60 في المية منها عملي 40 في المية منها نظرك بتحط في المحاضرة ايه حضرتك بتحط في المحاضرة الباوربوينت وبتحط الفيديوهات اللي هتتعمل واذا كانت اي رسومات خاصة بالجانب العملي بتحطها في المحاضرة يعني بتحط محتوى علمي كامل لمحاضرة بحيث حضرك بتدي المحاضرة دي للمحاضر سين من الناس انت هتشتغل ده لحد الأدنى لو زود تزود لكن ما تقلش المحاضرة عن الكلام ده البي 180 ساعة بس منها 20 ساعة تطبيق و160 ساعة برضو 60 في المية نظري حطين هما 100 في المية نظري و100 في المية عملي وال20 ساعة التطبيق طبعا الكورسات دي اتحطت بالكامل وبالتالي ال180 بتحط 90 محاضرة للمساودة الـ 240 ساعة بتحط للـ 120 ساعة محاضرة طبعا احنا زودنا عن الـ 240 والـ 128 والـ 120 انا زودت شوية عشان نعلى عن المحتوى العلمي لأسيا عشان لما نيجي نقول الرخصة بتاعتنا في مصر فيها ايه والرخصة اللي في أسيا فيها ايه يبقى الرخصة اللي عندنا في مصر اعلى من الرخص اللي موجودة في أسيا حاجة مهمة جدا لازم مداربين يعرفوها للتحاد الأفريقي برضو في الجلسة معهم قال ما فيش حاجة اسمها دورة نعملها لمدة 15 يوم او 20 يوم متواصلة خالص اللازم يبقى فيه تطبيق لما تم دراسته فمثلا في الـ C المدرب هيجي ياخد الكورس الأولاني ولا الدورة الأول ياخد 48 ساعة وبعدين يرجع نديه يشتغل لمدة 15 يوم يطبق اللي هو خده في الأسبوعين لازم يجيب تقارير وإثباتات وشواهد انه عمل ايه وبالتالي أنا عملت له زي تقرير هو بيملاه ويحط معه يرفق معه الوحدات التدريبية اللي نفذها وحط معه الشواهد والإثباتات على العمل بعدين يرجع ياخد الكورس الثاني ياخد 48 ساعة تانية وبعدين يرجع يطبق في نديه وبعدين يرجع مرة تانية ياخد 40 ساعة لما تجمع دولة على بعض يطلع 136 ساعة بالزبط حضرتك يطلع 136 ساعة ويارد السور بالمناسبة الحراكي بتتكلم يعني السور الحراكي بتتكلم عنها دي آه دي المحاضرات دي المحاضرات دي المحاضرات ده كايس ان انا هقول لحدك على الحاجة مهمة فيها مدام عرضوها كده بالشكل قدام حضرتك 136 ساعة منها 20 ساعة تطبيق الامتحانات تكون حدى قد octave 4 ساعات حدى قد octave 4 ساعات يبقى يديني كده في الرخصة دي 150 ساعة يومي أنا زودت 40 ساعة عن المستوى الأسياوي هاي فيبقى كده انا الرخصة عندي تبقى أعلى من المستوى الأسياوي فلما يحبوا يعادلوها ياخدوا اللي حضرتك عرضو ده عرضو ده أدى المحتوى العلم اللي عندي هاي المحتوى اللي عندك ايه لا المحتوى العلمي العندي أعلى طب الحضرتك اتعرض ده لما جيت ردت بين الرخصة C فجيت من المحاضرة الأولى فكتبتها C1 وبعدين C2 C3 لا غاية الستين تروح للبي حضرك من B1 من B1 لا غاية ما توصل B180 يعني توصل لغاية 180 وقس على ذلك كل المحاضرات يعني دي المحاضرة في الجدول ده دي المحاضرة رقم واحد ما ينفعش ندي رقم اتنين قبل واحد طب ليه حضرتك لان دي بتتكلم فيها عن طرق اللعب التانية تنفيذ لطرق اللعب في الملعب دي تتكلم مثلا على الهجمة المرتدة تديها فيديوهات وتديها نظري تنزل تدي المحاضرة في الملعب طيب انا ممكن اخد بس حضرك في الجزئية وهنكمل الكلام اه تفضل حضرك وسؤال قد يبدو لستادة المشاهدين دلوقتي ما تفرجوا عليه مطروح ودائما انا واصدقائي نتحدث في هذا الامر دائما مين هو اللي ممكن يروح اتحاد الكرة ياخد الرخصة c و b و اي يعني مين الشخص ده يعني ايه الشروط اللي تنطبق على فلان عشان يروح ياخد الرخصة قبل ما يروح ياخد الرخصة يعني مثلا هبصتها للناس وهبصتها لحضرتك ان انا مثلا صحيت من النوم النهاردة انا عايزة ابقى مدرب تبهمش الطريق ازاي هل هينفع اصلا انا ابقى مدرب ولا دي اصلا الشروط ما تنتبقش علي هارجع واقول لحضرك عندنا حاجتين يمكن اللي فيدي دي حضرتك الليحة التنظيمية للرخص واللي التدريب في مصر بصفة عام عظيم ما كانتش موجود صحيح الليحة دي بالزبط من عشر ابواب اوه اقول عشر فصول خلينا يبنقول عشر فصول يعني هما على بابين مفصل لعشر فصول وبعد كده مواد هاي كل مادة من ود بتبدأ المادة الاولى من المصطلحات لغاية ما تنتهي بالمادة الاخيرة اللي هي عملية التقييم عظيم وتدخل جوه المواد دي المادة لحدك بتسعل عليها المادة اللي هي خاصة بالشروط ايوه شروط اللي اتحاق بالرخصة دي بالرخصة سي بالرخصة بي بالرخصة اي بالبرو هاي بالبرو هاي عشان تلتحق بالدي لازم تكون مرست كرة القدم على الاقل موسم رياضي واحد عظيم موسم رياضي واحد يعني لازم يكون فيه إثبات من الاتحاد المصطل لكرة القدم او من فرع من افرع الاتحاد المصطل لكرة القدم ان مرست كرة القدم لموسم واحد تقدر تاخد الدي اللي هي 60 ساعة الدي دي اللي هي الدورة بنسماء الدورة الأساسية ما ينفعش تشتغل بيها الا مع المستوى الخاص بالبرو عظيم فقط لغير بعد كده حضرتك لازم تقضي سنة على الاقل في التدريب عشان تقدر تلتحك بالC عظيم بعد ما تاخد السي لازم ما ينفعش تاخد السي الا لو كنت واخد D او اخد الاساسي السي لازم تقعد سنتين عشان تشتغل فعلي عشان تلتحك بال B عظيم وبعد كده الب لازم تقعد سنتين عشان تلتحك بالA في كل السنوات دي بيتجيب ما يثبت انك انت فعلا كنت بتدرب في نادي من الاندية وعندك الخبرات في خلال السنين دي طيب لو ما عندكش نادي أيوة لا ما عندكش نادي دايما ما عنديش نادي في خلال الفترة دي يبقى إذا لابد أنك أنت بتعمل زي نظام المعايشات إن أنا هاجي مثلا هروح النادي الأهلي نادي الزمالك بيرامدز الإسماعيلي المصري موجود في حسب الرخصة اللي أنا نوي أخدها يعني البي هروح أخد المعايشة بتاعتي مع فريق عشرين سنة واحد وعشرين سنة وطمنتاشر سنة لا أنا هدخل على الايه يبقى أخد المعايشة بتاعتي مع الفريق الأول وقس على ذلك مع الدرجات دي يبقى لازم تثبت إنك أنت النادي دا أنت موجود معاه موجود معاه من غير مقابل مادي بتشتغل بتشتغل ولكن من غير مقابل مادي عشان تثبت إنك أنت موجود في التمرين لين فيه فرق شاسع ما بين إن أنا بشتغل في الملعب ومن النظري وما بين إن أنا مش موجود في الملعب السؤال بسيط السن برضو 18 سنة لحد الأدنى عشان تدخل الدين 18 سنة لحد الأدنى طيب